تو تركية يسمحو لهم يصنعوا طيارة HBO بدون طيار يصنعوا طيار الصار صاروا يصنعوا دبابات تمام؟ عطيني عطيني باخرة أو تيارة مدنية أو... أو شيء له تأثير على الأرض صنعته تركية صنعوا تبابات اتحدت إذا صنعوا شيء له تأثير على الأرض شوف دبابة التركية اللي صنعوها هاي هي السنة. طلع فيها اردوغان وحجمها اكبر من حجم الامريكية. وعندهم سيارات وعندهم كل شي. عطيني اسم سيارة تركية. عطيني اسم سيارة تركية. يا اخي يا عمي انا. شنو يا اخي اسعاني اطيش الف اسم سيارة امريكية ويابانية والمانية وكورية الف مليون السيارة. عطيني اسم سيارة تركية. هاي صناعة السيارة التركية الفين واثنين وعشرين. يجرى بناء صناعة بساعة سنوية نهائية تبلغ الف وخمسة وسبعين الف وحدة. مية وخمسة سبعين الف وحدة. من قرر ان تبدأ مركبات الانتاج في الربع الاخير من الفين واثنين وعشرين يعني قبل سنتين. بهدف مليون سيارة بحلول الفين وثلاثين. وفي الفين وعشرين تمهيدا صنعوا ميت سيارة ب الفين وعشرين ورح يصنعوا المدينة اللي أنا ساكن بها 25 ألف نسمة كل واحد منهم عنده سيارتين ثلاثة أكثر من هذول السيارات التركية فورد ترانزيت اسمها فيات 124 فيات يابان فيات إيطالية حبيبي حبيبي هاي هاي ما هي السيارات التي يتم تصنيعها في تركيا أوكي وهي كمان تعمل بالدفع الخلفي يعني تركيا الآن صارت دولة صناعية تركيا من زمان دولة صناعية لك والله انت تعرفين ميونخ ميونخ بألمانيا هاي كمان سيارة صناعية مقاطعة ميونخ بألمانيا اقتصادها قد اقتصاد تركيا عشر مرات ما هي اللي علاقة حقيقة؟ لا معنا كلام ملوكة معنا كلام احنا احنا قدامهم ولا شيء احنا كفر ليش تفوتني من هون تطلعني من هون؟ لانو هي الحقيقة قبل شوية تتحداني اذا في سيارة تركية لما جبتلك عدة سيارات تدفع سيارة تركية عطيني يلا عطيني السيارة يستخدمها الناس بالصناعة تركية انت كان عندك نهج صناعة انت كان عندك نهج تتعارك وعندك 1400 سنة مشاكل هذا شيء قديم مو مشكلتي هاي مو مشكلتي اذا انت 1400 سنة عندك حروب داخلية وخارجية والسلاجك يتحاركون مع الايرانيين مو مشكلتي يتعاركون مع العباسين يتعاركون مع الفاطميين والفاطميين يتعاركون مع زربان وزربان يتعاركون شو انا مو مشكلتي هاي هم كانوا من الف سنة قاعد ينسون من 1600 هم عندهم عندهم آلات ليش تحنا من 1600 ما صار عندنا حضارة اكبر حضارة احنا انت قصدك من قبل 100 او 150 سنة من قبل 400 سنة تم صناعة الآلات ليش احنا ما صنعنا الآلات لانه احنا خسرنا الحرب والخسران يسقط على اليمين 400 سنة احنا خسرنا الحرب انا اعترفلك انه احنا خسرنا وصفينا على اليمين وهما استلموا هما استلموا اي حرب انت رد على كلامي نحن بلشت الآلات تنصنع بال 1600 آلات 1600 اي نعم الآلات اي من 1600 انت ما يدرسوك هاي بالنهجة السويدي الفابريك ما سمعت ولا بآلة نصعد قبل 200 سنة قبل 200 سنة احنا احنا خسرنا احنا خسرنا الحرب وهم اللي انتصروا قبل 400 سنة كان في بناء الحضارات ليش نحن ما بنينا احنا كنا رح نبني بس هما اللي انتصروا بالحرب هما اللي بنوا قبل 400 سنة عم قلك بال 1600 يعني ميلاديا قبل 400 سنة ملك ملك عام 1923 تم اتفاقية لوزان بين تركيا والغرب رح تشقني ترى عم يلا قبل 400 سنة قبل كه 400 سنة اي قبل 400 سنة 400 سنة احنا كنا قوة ضاربة وعظمة في العالم برافو ليش ما صنعت صنع انا شنو صنعت كل شي مدافع و و هاي القنبلة المو قنبلة شا اسمها هاي البارنة اللي تنحى شي نحن محتارين بالحروب نحن محتارين بالحروب ما محتارين نحن بالصناعات لا بالعكس كنا قويين جدا شنو صنعت قويين انت ولا حيارت امي مرة تسألني على الامور العسكرية انا اقولك انه بعد ما سقطنا وبعد ما خسرنا هما ما عد يسمحون ان يكون لنا كيان هذا اللي انا اقصد لا تفاهم مع السند ما ادرسش اليوم سند شو رح يجللني السند ما ادرسش انا ما عمل فا مش لو اتفاهم معه قبل 400 سنة احنا كنا دولة عظمة استلمت الحضارة الاثمانية قبل 600 سنة تقريبا استلمت الحضارة الاثمانية تمام بال 1299 شوفي بكومنت انا قريته الان يقولك اتخيل نفسك بدون الغرب الان اتخيل نفسي بدون الغرب الان اقوب تليفوني واقوب سيارتي واقوب طيارتي انا ما عندي شيء الغرب الان هما افضل مني بس تخيل انت نفسك قبل 400 سنة الغرب كانوا افضل مني لا والله هن لم يكونوا افضل مني اتخيل يوم ان كانت باريس ولندن وروما يناموا على العتم وكانت القاهرة وبغداد ودمشق يناموا على انوار والشوارع كلها مظوية هاي حقيقة من لك خلاص الله يسعدك خلاص انت بكافك اقل لي قبل 400 سنة نحنا كنا دولة قضوة يقل لي نحنا كنا اياء بضايين اقل ليش ما صنعت يقل لي نحنا نحنا قويين اقل ليش ما صنعت يقل لي نحنا صنعنا المتفجرات يقلني ماذا نعا هي ما قترنا نحنا خسرنا يعني اليوم اخسرت قبل 400 سنة مرتخلي جيران قبل 400 سنة انت كنت قويل طيب وهم كانوا مثلما يصنعوا هم كنا نصنع الматين كانوا يصنعون الآلات هم كانوا يصنعون في فرنسا الآلات هم كانوا يصنعون الآلات في فرنسا الآلات الخياطة والمدر ايش ويصنعوني الشغلات نحنا كنا نحارب هسه انت قلتلي نحنا كنا قويين هسه اسألك نحنا ليش ما صنعنا تقلي هما هما هنما خلونا قبل 400 سنان 400 سنان فرنسا صنعوا الآلات في 1600 ممكن 17 مدري كان والله ما ادري ها شوفلك اياها اول بدء الصناعة الآلية